موسيقى أسدى اللهم أساكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم في عدد جديد من برنامج خديث الجزائر البرنامج الذي يصلط الضوء على أبرز مستجدات الساختين الأقليمية والدولية يوم الدبلوماسية الجزائرية هذا اليوم الذي يلازم تاريخ انضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة ذات الثامن أكتوبر منذ اثنتين وستين عاما خالت وهو ذات اليوم الذي رفعت فيه الراية الوطنية شامخة في الصرح الأممية لترسم عودة الجزائر إلى الحياة الدولية من واسع أبوابها واستلهاما من هذا الإرث التاريخي تعمل الجزائر اليوم تخت قيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تعزيز دورها الدبلوماسية الإيجابي والبناء على الصحة الدولية وكذا مختلف فضاءات انتمائها الغربية والإفريقية والمتوسطية في حديث الجزائر الليلة نقف عند سجل الجزائر الدبلوماسية المتميز والدور الفاعل الذي تلعبه الجزائر في دعم القضايا الغربية والإقليمية العادلة في حديث الجزائر الليلة يشاركنا النقاش كل من الدكتور سامة بوشميخ أستاذ الغلوم السياسية والعلاقة الدولية أهلا بكم دكتور مرحبا أهلا وسهلا شكرا سيطافا أستاذ مسحيبا مرحبا ومعنا البروفيسور محمد عمرو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتغاون الدولي بمجلس الأمة أهلا بكم بروفيسور مرحبا أهلا وسهلا على الدعوة الكريمة مرحبا وأبدأ من خلالكم بروفيسور حضور متميز وانخراط في تحقيق أهداف المثاق الأممي هكذا هي الجزائر بالفعل أنا أعتقد احتفالنا اليوم بذكرى دخولنا للأمم المتحدة يؤكد مسعى مهم جدا وهو أن انتزاع الدولة الجزائرية لسيادتها أولا كان بفضل جهد دبلوماسي مهم نحن عندما نتحدث عن الدبلوماسية الجزائرية نتحدث عن ذلك خلينا نقول عن تلك العبقرية للدبلوماسية الجزائرية في مفاوضات إيفيان وما فرضه على المستعمر ثم الانتزاع السيادة الوطنية والدخول إلى منظمة الأمم المتحدة بمعنى هناك تعهد جزائري بتحقيق أهداف الأمم المتحدة إذا شفنا ميثاق الأمم المتحدة يسعى إلى هدفين رئيسية الهدف الأول وهو تحقيق الأمن والسلم العالمي والنقطة الثانية هي توسيع دائرة التعاون الدولي مصار الجزائر من 62 إلى اليوم يؤكد أن هذه الدولة لطالما عملت على ترسيخ قيم السلم والسلام في العالم ساهمنا كدول عالم ثالثية في تحقيق خمس وساطات في العالم وهذا مهم جدا لم يحقق هذا العدد إلا النزر القليل من الدول التي تملك إمكانيات ضخمة الجزائر حققت وساطة بين إيران والعراق وقبلها أزمة الرهائن الأمريكية التي جنبنا من خلالها العالم أزمة مباشرة حرب مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران حققنا عدة وساطات بإيتيوبيا إيريتريا المصالحة الأخيرة الفلسطينية ما يؤكد هذا المسعى الجزائري لتحقيق السلم والأمن الدولي على مستوى بيئتنا الإقليمية الإنخراط الجزائري فيما يتعلق بحل الأزمات الإقليمية سواء ما تعلم بحسنية وبإرادة صادقة حتى عن الأزمة المالية التي انخرطنا فيها منذ الستينيات ودفعنا كثير لأشقائنا الليبيين من أجل تحقيق السلم في المنطقة نتحدث عن الأزمة الليبية التي بالرغم من أنها على حدودنا الأشقاء الليبيين يشهدون بأن الجزائر لم تنخرط في الأزمة الليبية كفاعل سنبي يعني الدم نحن براء من الدم الليبي بالعكس كنا دائما على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين ودعناهم إلى التحاور النقطة الثانية المتعلقة بالتعاون الدولي انخناط الجزائر في كل الفضاءات الإقليمية والدولية على مستوى منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي جامعة الدول العربية التعاون الإسلامي الأمم المتحدة كلها تشهد بأن الجزائر كانت مبادرة للتعاون نشاهد في أسوأ التي تظهر على الشاشة بروفيسور محمد عمرون وأيضا دكتور أسامة بوشماخ الرئيس أحمد بن بلا من مبنى الأمم المتحدة من دون شكل لحظة تاريخية بالنسبة لنا نحن الجزائرين على اعتبار أن انتزاع السيادة الوطنية كان تمانه باهضا بالنسبة للجزائرين لذلك نحن نبقى فخورين بثورة نوفمبر ونحن على مشارف الذكرى السبعين من اندلاعه إذن أعتقد أن حتى فضاء التعاون الإقليمي والدولي كانت الجزائر سباقة سواء ببناء اتحاد المغرب العرب وقدمنا تنازلات كبيرة من أجل بناء هذا الاتحاد أكثر من هذا ليسا اعتباطيا أنه مباشرة بعد استقلال الجزائر في 1962 كان تأسيس لمنظمة الوحدة الإفريقية في سنة 1963 بعد الخلافات الكبيرة التي كانت بين الدول الإفريقية حتى فيما يتعلق بموضوع الجزائرين لذلك أنا أعتقد أنه الدبلوماسية الجزائرية الحقيبة الدبلوماسية الجزائرية بما تملكه من خبرات بما تملكه من كفاءات نقدر نقولها وبكل فخ بأننا من الدول العالم ثالثية القليلة لنملكه خبرة كبيرة في التعامل مع الأزامات والنزاعات الإقليمية والدولية في التعامل مع كيفية التكامل والتعاون الإقليمي وأكثر من هذا في قضية التي تهمنا وتهم العالم الإنساني وهي قضية مكافحة الإرهاب التي أيضا نملكه فيها رصيد تاريخي قوي جدا يمكن للعالم أن يستفيد منه لذلك أنا أعتقد أننا الجزائرية 62 إلى الأوم قد نختلف ونتافق في بعض الإنجازات لكن قولوا بأنه ما حققته الدبلوماسية الجزائرية من الإنجازات شيء مشرف لنا كجزائرية طيب دكتور وصامة أبوشماخ الثورة الجزائرية دائما كانت مرجع ملهم في أغلاء حق الشعوب في تقرير مصيرها صحيح ذكرتي بأحدى مقولات الجنرال الفرنسي لما تحدث على محمد يزيد قال بأنه صوت محمد يزيد كان يعدي الثلاثة يغلق عسكرية بمعنى أنه ما كانت تقدم به الجزائريون أثناء مرافعاتهم أمام هذه الدول حتى بما فيها الدول الكبرى كانوا ينصت لها ولهذا فأعتقد أن جزائرية كلما دخلت محطة كلما أطلت دفعا بالنسبة للأفارقة ولهذا هم دائما كانوا ينظرون إلى مكة الحقيقة أنها قبلت قبلت الثور سابقا وحتى الآن يتحدثون على أنه في تراجع الدبلوماسي الجزائر في مرحلة معينة هم تشارعوا بأن هناك تراجع بالنسبة لإفريقيا وبعودة الجزائر عودت إفريقيا للواجهة ولهذا فأعتقد أنه من الدول القلاء التي يمكن أن تعطيها دفعة كبيرة بالنسبة لهذه الدول ومن الدول القلاء التي يمكن أن تعبر ما تشعر به هذه الدول ومن الدول القلاء التي يسمع لها بصوتها خاصة في الدول العالم الثالث هي الجزائر ولا فخ في هذا والكل يشهد على هذه النقطة إن كان هناك الحديث يتحدث حول من أعظم الثورات هي الثورة الجزائرية وربما نتذكر تلك المد في مرحلة المد الثوري كيف استطعت الجزائر أن تنتقل بالعديد من الدول إلى المرافعات وضد الطغيان وضد الاستعمار وحتى رسمت في سنة 1974 رسمت شكل النظام الدولي سنة 1974 وربما حتى الآن شكل نظام الدولي الذي يمكن أن نبني عليه ربما كانت روافده في سنة 1974 ولهذا فأعتقد أنه الانتقال من مرحلة إلى مرحلة دائما سبحان الله كانت الجزائر دائما متوجدة في هذه المرحلة حتى بأنه لما تكون الجزائر عرب في مجلس الأمن دائما كانت تدفع من أجل المصالح الإفريقية ولهذا فربما هناك بعض الدول أيضا لابد أن نذكر في إفريقيا أنها مزعجة من دور جزائري لأنه في مثل هذا التاريخ مثل اليوم بالنسبة لحرب الرمال نذكر أنه في مثل هذا اليوم هي كانت حرب الرمال ولهذا فالآن الدبلوماسية الجزائرية أعتقد بمجدها بتاريخها برجالاتها الذين مارسوا الدبلوماسية وهم لم يدرسوا في أي مدرسة خارج الجزائر ولكن درسوا في الجبال وكانوا يعبرون على تطلعات الشعوب ولهذا فأعتقد لما تم وصف الجزائر يعني من أحد الساسة وقال بأن هذه الدول تسمى بدول التي تعتز بمكانتها وتعتز بدمائه التي قدمتها والأمم ترسم بالدم الذي تم دفعه وليس عن طريق فقط سيبر ماركت يعني هي تبيع وتشتري فقط ولكن حقيقة الأمم هي من خلال الدم الذي دفعته والجزائر قدمت الكثير في هذه القضايا بمعنه أستاذ غبرون بمعنه الدكتور أسامة بوشماخ ذكر حرب الريبال يغال بنون المؤرخ الصهيوني الحاصل على غدة شهادات دكتورة من جامعة سربول وخبير أيضا الغلقات المغربية يكشف في بقال نشر على موقع زمن إسرائيل أن الخبرة والمهرفة العسكرية الإسرائيلية استخدمت من قبل الجيش المغربي في حرب الرمال ضد الجزائر في أكتوبر 63-900 ألف وفي حربه ضد قوات البوليساري وقدم ضباط الجيش الإسرائيلي نصائح استراتيجية لقوات الجيش المغربي تحت قيادة الدليم يعني نحن الآن أمام وثيقة تاريخية تؤكد أن جيش الأختلال الصهيوني كان في مساقدة جيش المغرب شوف والتاريخ لا يرحم في 62 كل طرف خندقه وكل طرف اختار سياساته نحن من 62 دافعنا على مبادئ ثابتة وأجماع الأفارقة على ضرورة أن يلتزم بها فيها ما تعلق باحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال ولكن ما تعلق بهذه الشهادة الاستغريبة على اعتبار أن هناك مذكرات إسرائيلية تؤكد على هذا التعاون الاستخباراتي العملياتي ما بين الجيش الصهيوني وما بين نظام المغزن أكثر من هذا جدار العزل العنصري في المغرب وما يعرف بجدار الرمال هو كان بنصيحة صهيونية معروف بأنه كان بنصيحة صهيونية وهو نفسه الذي استنسخه في الضفة الغربية في جدار العزل وبالتالي هذا التماهي هذا التعاون ليس جديدا ولكن أنا أعتقد بأنه الدبلوماسية الجزائرية عندما رسمت لنفسها طريقا كان فيه تلت أمور أعطانا التاريخ والمستقبل والحاضر وإن شاء الله المستقبل يعطينا حقا أولا ما تعلق باحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال هذا المبدأ التي تبنته منظمة الوحدة الإفريقية بالرغم من محاولات مغربية متعددة من أجل تجاوزه بما يفهم بالحدود التاريخية وهو نفسه مبدأ الحالة الاستعمارية الصهيونية التي تستند على ما يعرف فكرة الرمزية التاريخية والسردية التاريخية لوجود دولة اليهود هناك ما تعلق بتفعيل آليات التضامن والتعاون الإقليمي منظمة الوحدة الإفريقية إلى منظمة الاتحاد الإفريقي ساهمنا فيها منذ نشأتها في 1963 ما نساوش أنه في سنة 1984 النظام المخزني عندما تم الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية اعتبر هذا التنظيم عبارة عن طمطام عبارة عن مجموعة لا فائدة منها ولا طائلة إذن نحن كنا نؤمن بالتعاون الإقليمي وعملنا كثير من أجل تحويل منظمة الوحدة الإفريقية إلى اتحاد إفريقي بالمؤسسات الحالية النقطة الثالثة المزعجة أيضا بالنسبة لكثير من الأطلاف والتي خلت نحن الجزائر المتقدمين وهو هذا الإصراض الجزائري على احترام الشرعية الدولية اليوم ما يحدث في النظام الدولي هذا القبح الموجود اليوم في النظام الدولي ما رده إلى مصارين هناك مصار ما زال متشبتا بضرورة التشبت بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي وبالمؤسسات الدولية بالرغم من ضعفها نحن الجزائريين دافعنا وبقوة على الأمين العام للأمم المتحدة من الهجمة الصهيونية الأخيرة دافعنا على ضرورة أن يعود مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تلعب أدوارها الطبيعية في إدارة وحل الأزمات الدولية بينما هناك أطلاف تريد أن تتحدث عن الواقعية السياسية تريد أن تتحدث عن المصالح المشتركة لماذا؟ من أجل تزاوز الشرعية الدولية لذلك بنفس منطقي الاحتلال الباحث عن الواقعية وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين ومن هناك جاء مسألة التطبيع إلى آخره بنفس منطق النظام المخزاني الذي يدعو الجزائر إلى الواقعية السياسية من أجل تجاوز الشرعية الدولية إذن نحن أمام مصارين مختلفين مصار جزائري من قلش تقوده الجزائري ولكن الجزائر فاعل رئيسي فيه اللي هو ضرورة احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي وهذا ما أكدته محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بطبيعة قانونية لنزاع الصحراء الغربية وبين مصار ثاني يريد أن يفرض واقعا سياسيا بل يريد أن يجعل من كل الشعارات التي تبنها من 45 إلى اليوم قضايا حقوق الإنسان وقضايا التحرر إلى آخره ما هي إلا شعارات فضفضة يمددها كيفما شاء ويقلصها كيفما يشاء لذلك نذكر بأن أحد الخطابات المهمة للجزائر في مجلس الأمن عندما تحدث الممثل للجزائر في مجلس الأمن وقال هل إسرائيل إذا كانت إسرائيل فوق القانون فقولونا وهذا مهم جدا على اعتبار أننا نسائل المجتمع الدولي بل نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل العودة إلى الشرعية الدولية وهنا دكتور رسامة بوشمخ الجزائر في ريادة صفوف المرافعين عن قيام نظام عالمي الجديد وهنا ربما هو الفيصل أو المغادلة الأبرز نعم كان فيه رسالة واضحة في الخطاب الأخير بالنسبة لسيد رئيس الجمهورية حين قال بأننا نعيش في غابة نحن نعيش في أدغال فليهذا يتم وصف النظام الدولي الحالي على هذا الشكل بما أنه لا نظام أحد القطب ولا نظام توعتد الأقطاب ولا نظام فوضوي هو نظام هاجين بين كل هذه النظم ولهذا فالآن إذا كان هناك نظام لا يستطيع أن يقوم بحل هذه النزاعات فهو نظام أصبح عاجزا على مثل هذه الأشياء الجديدة التي تحدث حاليا أو على أقل على هذه الحروب التي تحدث حاليا ولهذا فأعتقد أن هذا الصراع بين القوى الصعيدة والمهيمين والواقعية نتحدث على الواقعية والمصلحة ولكن لابد من الضوابط على الأقل أن تكون هناك ضوابط في القانون الدولي تحكم مصالح هذه الدول وإذا تجاوزنا مثل هذه المصالح فنحن نتحدث هنا على قانون الغاب بالتالي فالجزائر فعلا وهذا ما قالته حتى بالنسبة للسفيرة الأمريكية قالتها يعني السفيرة الأمريكية قال بأن الجزائر تعتبر صراع بين القوى الصاغدة والقوى الصائدة نعم قال بأن الجزائر تعتبر كمرتكز مهم في صورة المنتظم الجديد الذي يمكن أن يبنى مستقبلا ولهذا فأعتقد أن هذه الصورة التي قالتها السفيرة الولايات المتحدة هي بناء على مجموعة من الميراث الدبلوماسي الجزائري الذي ساهم منذ سنوات طويلة على ضرورة تعديل هذا النظام لأنه أصبح عاجزا على حل عديد من النزاعة ولهذا فأعتقد أن هناك مجموعة من التصورات هناك حتى بالنسبة للفرنسيين وضعوا تصور بالنسبة لشكل نظام الدولي وهو الروس أيضا وضعوا شكل نظام الدولي ولكن فيه تقريبا الأساس وهو آليات التي يمكن توظيفها من خلال هذا التأديل هل يبقى مجلس الأمن أو يبقى الفيتو هو محصور على هذه الدول أو ما هي القضايا التي يمكن من خلالها توظيف الفيتو أو من يمكن أن نضيف دول أخرى داخل مجلس الأمن ولكن لا تأخذ بالفيتو والدول الأخرى تأخذ بالفيتو أعتقد أنه الآن بقيت هذه الأشكالية الكبرى التي أصبحت بارزة في هذه النقطة هذه كانت نقطة الأولى نقطة الثانية أيضا تحدث رئيس الجمهورية حتى في العدد الأولى لما كان في إيطاليا وتحدث مرة ثانية على أن حقيقة أن هذه القارة كانت مظلومة لسنوات ولهذا فلابد أن تكون هذه القارة لديها الأقل مقعدين في مجلس الأمن وهذا التصور أيضا موجود في العديد من القوى الصين تأخذ بهذه الرؤية وروسيا أيضا تأخذ بهذه الرؤية ولكن من هي الدول التي تزعجها؟ هي معروفة هي الدول الاستعمارية الموتوة كانت متوجهة في إفريقيا وهنا تحدث على فرنسا وبريطانيا التي رفضت أن تكون إفريقيا تحلل بمقعدين داخل مجلس الأمن ولكن الصورة هي هكذا توصى هناك مجموعة من المصالح المتصارعة داخل إفريقيا وأيضا نقطة الأخرى وأنه فيه تراجع كبير بالنسبة للقوى التقليدية في إفريقيا ولهذا فالآن دخول جزائر ومرافعتها من أجل إبراز الضوء إفريقي أصبح مزعجا بالنسبة لهذه الدول نظرا لمصالحها أصبحت موتواجدة في إفريقيا أصبحت أصبت بضارة كبيرة لدخول لاعبين إقليميين ولاعبين دوليين آخرين وفضا على هذا أنه أيضا الولايات المتحدة في رفضها أيضا للسياسة الفرنسية في إفريقيا هي المملكة المتحدة ترفض السياسة الإفريقية مشروع إيستاتش مقابل مشروع الفرنكوفيلي في إفريقيا هذه النقطة الثانية ولهذا فأعتقد أنه المرافعة أيضا بالنسبة لإفريقيا سنة أفريقيا لرؤية بالنسبة لإتحاد الإفريقي في أفريقيا وهي رؤية التنمية الجزائر رافعت من أجل حلعالة النزاعات تدخل في إطار التنمية وليس من خلال المدخل الصلب الذي شاهدناه سابقا لأن منطقة الساحل تعتبر من أكبر المناطق التي تشهد عدم استقرار في هذا العالم ولهذا فالصورة الآن مازالت هذه الصورة فوضوية مازالت هذه الصورة رمدية مازالت غير واضحة نتيجة هذا الصراع بين القيوة الصعيد وقيمة أهمين ولكن كلما تمر الأيام سيكون الكاو أكثر وأكثر لأن المتاجين في هذه الفوضة ستكون هناك السيناريو الأسوأ ولا محل سيكون هو الذي سيحل المستقبل طيب غير بعيدا عن ذلك بروفيسور محمد غمرون رئيس الجزائر عبد المجيد تابون في آخر لقاء دوري بوسائل الأعلام تحدث بشكل مباشر أن الجزائر طالبت وما تزال تطالب بإصلاح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وما يحدث اليوم بالدرجة الأولى خلاله يكمن في غدم موجود إصلاحات وجود اختلالات داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لأنه يبقى القانون الدولي عاجز عن كبح جماح الكيانة الصهيوني نعتقد أنه كلمة السيدة رئيس الجمهورية خصوصا في مسألة إصلاح الأمم المتحدة مرتبطة بمفهومنا نحن الجزائريين برفضنا لمفهوم الأستاذية بأن هذا النظام الدولي وهذا القوى مع اعترافنا بتضروج القوى في العالم هناك قوى كبيرة متوسطة إلى ضعيفة لكن كل الدول ساهمت في تحقيق الحضارة الإنسانية الحالية وبالتالي لا يتوجد أستاذية هناك أستاذ وتلميت في الغالب للأسف الشديد الغرب طالما تعاملنا معنا بمبدأ الأستاذية ونحن طالبناه بالتعامل بالندية لطالما تعامل معنا بمبدأ توزيع القوى على أساس أنه أنا القوي أنا الأكثر عقلانية وأنتم الضعفاء إذن أنتم أقل عقلانية نحن قلنا لا العقلانية توزع على الجامعة إصلاح الأمم المتحدة لازم نذكره العالم بأنه في سنة 1973 في أكبر تجمع بعد تجمع الأمم المتحدة وهي حركة عدم الانحياز في الجزائر التي حضرها أكثر من ستين رئيس دولة ورئيس حكومة وهذا التجمع لم يحدث قبله إلا في تجمعات الأمم المتحدة كنا نادينا بإصلاح النظام الاقتصادي العالمي ومن تم إلى إصلاح النظام الدولي اليوم هناك شبه إجماع سبتمبر 7900 ألف دعا هناك إجماع لدى صناع القرار والقوى الضعيفة والقوية والمتوسطة بأن النظام الدولي الحالي أصبح عاجزا على إدارة الأزمات والنزاعات في مبالي أصبح عاجزا على توزيع المصالح لأنه في النهاية النظام الدولي الصحيح هو الذي يستطيع أن يوزع المصالح والقوى بطريقة عادية هذا ما نبحث عنه رافعنا من أجل إصلاح الأمم المتحدة على اعتبار أنه ثلث مؤسسات مهمة أصابها الشلل أولا على مستوى الأمان العامة الجزائر دافعت مؤخرا بقوة على الأمين العام للأمم المتحدة بعد الهجمة التي طالته من قبل الكيان الصهيوني وأرادت تغييبه لأنه صوت الأمين العام لديه من الدلالة ولديه من الشرعية مهم جدا بالنسبة للنظام الدولي لذلك أراضي الإطاحة به دفعنا عليه على أساس أن الأمين العام منتخب من الجمعية العامة طبعا ثم مجلس الأمن لكنه يمثل رمزية وبالتالي ضرورة أنه نعطوله هامش كبير من الحرية من أجل التحرك في إدارة الأزمات وحلها النقطة الثانية هي الجمعية العامة الغرب الذي صدعنا بمسألة الدمقراطة والديمقراطية نحن نقول له دمقراطية أخير الجمعية العامة على اعتبار أنها تحوي أكثر من 293 دولة أعطيها صلاحيات أكبر خصوصا عندما يعجز مجلس الأمن عن تحقيق أهم ما أنشئ من أجله مجلس الأمن وهو تحقيق الأمن والسلم العالمين نظيرة عرقلاته بالفيطوهات المتكررة الآن نرجع لمجلس الأمن وهو صلب الإصلاحات لا يمكن الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة دون الحديث عن مجلس الأمن كان ربع مقترحات موجودة على مستوى رفوف الأمم المتحدة كان مقترح الإفريقي مقترح دول جنوب أمريكا مقترحات أسيوية من أجل توسيع مجلس الأمن ماذا حدث؟ بعدما تحولنا من الرفض إلى القناعة هناك محاولة لتفريغ الإصلاحات من جوهرها على اعتبار أن نعطوكم عضوية دائمة في مجلس الأمن بدون حق الفيطوه بمعنى ما زالوا ينظرون إلينا بعين قاصرة ينظرون إلينا بأننا لا نملك العقلانية على اعتبار أنه إذا تحصلت دولة إفريقية على حق الفيطوه يمكن أن تستغله بطريقة سيئة بنفس منطق منع الدول من امتلاكها للسلاح النووي يقول لك نحن السبع الممتلكين للسلاح النووي عندنا قصط من العقلانية يمنعنا من استخدامها بمعنى منطق الأستاذية موجود أيضا في إصلاح مجلس الأمن نحن نقول طيب هل أفهم من كلامك بروفيسور محمد داغمرون أن موازين القوى التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية والتي تأسس من خلالها الجمعية الغامة للأمم المتحدة هي اليوم السائدة شوفينا إذا سمحت لي بسرعة نديلك مسح تاريخي للنظام الدولي من 45 من 45 خرجنا لنظام ثنائي صلب ثنائي صلب كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على مسافة واتحدة من القوة من الثمانينات بدأ يظهر القاب الفارق والفجوة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة فتحولنا إلى نظام ثنائي مرن في التسعينات تحولنا إلى نظام أحادي صلب بمعنى الولايات المتحدة تأمر وتنهى وتفعل كيفما تشاء وأينما تشاء وحينما تشاء بعدها تحولنا إلى نظام أحادي مرن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفعل ما تشاء بالرغم من قوتها على اعتبار أن هناك معوقات كثيرة بما فيها معوقات داخلية يجب أن نرجع إلى الاتخابات 2017 عندما رفع المترشح السابق ترامب والحالي Make America Great Again جعل أمريكا عظيمة مجددا هي اعتراف من النخب الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية في تراجع لكن السؤال المركزي وهنا نطلب من الباحثين أننا نبتعد عن التفكير الرغبوي هل هناك قوى حالية قادرة على تعويض الولايات المتحدة أو الفراغ الأمريكي الذي ينجم عن سقوط الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى نسائل هل روسيا أو الصين أو هذه الدول التي يمكن أن تعويض الولايات المتحدة أو تنافسها هل هي لديها الإرادة أولا أو لديها القدرة على حيث العباء وهذا مهم جدا على اعتبار أن النظام الدولي ومستقبله ما زال فيه ضبابية لذلك الخوف كل الخوف في الدراسات المستقبلية كما نتفق مع الأستاذ أنه نحن متجهون إلى مزيد من المفوضوية إذا لم نستمع إلى أصوات العقلية واستعمال القوة كالسبيل لحل نزارات وفضل خلافاتنا وأعتقد بأن أحد نماذجها للأسف الشديد ما يحدث اليوم في فلسطين هذا التحوحش الصهيوني وفي لبنان وفي لبنان طبعا الذي لم يجد له حدودا يؤكد بأن فوضوية النظام الدولي ما زالت متأرجحة للأسف الشديد لذلك الأصوات العاقلة والأصوات الحرة مطلوبة وعلى رأسها الدولة الجزائرية من أجل خليني نقول أن تعقلنا السلوك الدولي ونحذر من أن استمرار هذا الأمر سيؤدي لا محالة إلى فوضى كبيرة نذكره في 7 أكتوبر الكل حذر بأن استمرار عمليات الكيان الصهيوني سيؤدي إلى اتساع دائرة النزاع قالك لا؟ قالك ستبقى محصورة في غزة فتوزعت إلى لبنان ثم قلنا حذاري بأنها ستتوسع اليوم شئنا أم أبينا نسمع بعض التحليق قد نتجه إلى حرب إقليمية نسأل أليس ما نحن عليه اليوم هو حرب إقليمية عندما تدخل إيران على الخط مباشرة وتقصف تل أبيب نحن الآن في حرب إقليمية غير معلنة ربما بسقف محدود ولكن في الحقيقة نحن في حرب إقليمية لذلك نعتقد بأن العودة إلى المبادئ الأساسية التي تستطع لها الأمم المتحدة العودة إلى الأصوات العاقلة في العالم ونحن نفتخر بأن أحد الأصوات العاقلة في الجزائر نذكروا في 2022 في القمة العربية ألم تعيد الجزائر مفهوم الدولة الفلسطينية بعدما أريد لها التغييب بمشاريع من اليمين وقلنا بأن الحل هو يجب إعادة تفعيل دولة فلسطين اليوم الكيان الصهيوني في 2024 يجد نفسه ليس مصارعاً لفلسطين ولا الدول العربية المجتمع الدولي اللي اعترف أكثر من 140 دولة يوم تعترف بالدولة الفلسطينية اليوم الكيان الصهيوني يجد نفسه مواجهاً لها وخليني نقول في عزلة فيما يتعلق بإعلام الدولة الفلسطينية طيب إذن بعد الفاصل القضية الفلسطينية أولوية الأولويات وهدف جميع التحركات في مجلس الأمن اللا مساءلة ولا محاسبة ولا مغاقبة هي من شجعت جرائم الكيان الصهيوني نعود لهذه المحاور لكن بعد الفاصل شهدين الكرام أهلاً بكم إلى جزء الثاني من برنامج حديث الجزائر إذن لقد شاءت الأقدار يقول وزير الخارجي الجزائري أحمد عطف بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية أن تنضم الجزائر لمجلس الأمن في ظل هذه الأوضاع المأساوية بالنسبة للشعب الفلسطيني في جميع أراضيه المختلة وبالنسبة لبقية أشقائنا في دول الجوار الفلسطيني ولذا فقد أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تعليمات صارمة بأن تجعل الجزائر من نصرة القضية الفلسطينية ومن التصدي للجرائم الإسرائيلية في المنطقة شغلها الشاغل وأولوية أولوياتها ومبلغ جميع تحركاتها منذ بداية عهدتها بالمجلس مطلع ألغام الجاري دكتور أسامة بوشماخنا الكثير من التفاصيل الكثير من العمل في مجلس الأمن من أجل نصرة القضية الفلسطينية الجزائر قالت سأدق أبواب مجلس الأمن مرارا وتكرارا حتى تنال أو ينال الشعب الفلسطيني حقا صحيح صحيح بداية هو طبعا كان حراك لافت من جميع دول الأغالم حراك الجزائر نعم كان لافتا حتى قبل بداية الطوفان الأقصى لما قامت الجزائر بجمع كل فرقان الفلسطينيين وتحدثوا وقالوا بهذه النقطة نحن مقبلون على خطر وجود للأمن القومي العربي بمعنى أن الجزائر كانت سباقة إلى أو مستشرفة لما سيحدث في هذا العالم نظرا لماذا؟ لأن التعاقدات الدولية في المنتظم الدولي فتح جبهة في أوكرانيا وفتح جبهة أخرى في الشق الأوسط وفتح جبهة في الساحل وستفتح جبهة أخرى في الباسيفيك فأعتقد أن التصور الجزائر بالنسبة لهذه النزاعات التي تشكل حقيقة المحطات كبرى بين القوى الصعيدة والقوى الإقليمية والقوى المهيمين وبالتالي فالخطر الذي دعت به الجزائر قال إن لم نتحرك نحن كدول عربية فربما سيكون هناك تهديد وجودي ونحن حقيقة الآن أمام تهديد وجودي نظرا لثلاث عوامل أعتقد أن العامل الأول وهو التطبيع الذي سارت فيه الدول العربية والذي قام بتغطية دبلوماسية لما يحدث داخل غزة النقطة الثانية أيضا وتتعلق بالعمل الاقتصادي أو الجيب الاقتصادي الذي ذهبت به الدول العربية والغير المفهوم التي تعتقد من خلاله أن الدول المطبعة في توجهاتها وفي علاقاتها مع الكيان أنها أصبحت بائدة ربما على ما سيحدث مستقبلا في هذه النظمة العربية ولا تدرك أنه وقد تحدثنا أمس أن الحدود بالنسبة لكيان الصهيوني هي حدود مارينة وهي حدود سيالة بمعنى تتقلص وتتمدد حسب المصالح وحسب منظوراتها ومنظاراتها الكبرى في أفكارها قدموا خارطة من مبنى الأمم المستخدمة في الأمم المتحدة ووضعوا فيها الدول الشر ودول الخير ووضعوا أن الدول المطبعة هي دول الخير ولكن لا بد أن نتساءل أنه حتى بالنسبة للدول التي سالت في التطبيع منذ سنوات رأينا أن ما يحدث في المغرب حاليا في نهضة الشعوب الشعب المغربي الأصيل ضد النظام المخزني ورأينا كيف أصبح يعامل هذا هذا الشعب من قبل السياسة المخزنية النقطة الأخرى وهو التطبيع الغير المفهوم في المجال الدبلوماسي بمعنى أنه الذهاب في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية التقتيل التي تبارس الكائي الصيوني غير مفهومة ورأينا أنه حتى بالنسبة الدول العربية التي كانت متواجدة قبل الجزائر في مجلس الأمن أنها لم ترافع لمصلحة الكائي الصيوني بل قالت بأنه يعني غير مفهوم كيف يقوم حركة حماس بالاحتداء على مدنيين داخل الكائي الصيوني ولهذا فأعتقد أن هذه المعادلة وهذا الجو الذي قامت به الكائي الصيوني مع التطبيع مع هذه الدول العربية سمح لها بالذهب إلى أبعد نقطة في التقتيل لمدة سنة كاملة ولهذا فأعتقد أتصور أن التهديد الوجود أصبح حقيقة ملموس في ظل هذا العنجهية الصيوني النقطة الثانية أيضا وتتعلق بالدعم لا محدود بالنسبة للغرب لكائي الصيوني لا بد أن يدرك العرب بأن يعني الشعوب العربية لا أتحدث عن النظوم العربية أتحدث الشعوب العربية لا بد أن تدرك بأن المنظوم أو كائي الصيوني يمثل خط أول بالنسبة لمصالح المنظومات الغربية للولايات المتحدة أو على عصي الولايات المتحدة الأمريكية يمثل قاعدة متقدمة للولايات المتحدة والأمريكية ولهذا فحتى الطائرات 1935 لا تقدمها للدول العربية ولكن تقدم الكائن الصهيوني علما أن الولايات المتحدة لما تقدم هذه المستوى من التكنولوجيا العسكرية تقدمه للكائن الصهيوني متفوق بجيلين على دول عربية حتى تضمن دائما هذا التفوق فالسؤال أو الأسئلة تطرح الآن كيف أضمن حدودي وكيف أضمن نظام سياسي وكيف أضمن هذه المصالح في الدعم لا محدود بالنسبة للولايات المتحدة وهذه النتيجة التي تظهر للكائن الصهيوني المتفوق أسكريا تقدم لأخر تكنولوجيا ولهذا فلابد من طح هذه الأسئلة التي متعلقة بالتهديد الوجودي لهذا فأعتقد أن الجزائر الآن بدخولها إلى مجلس الأمن استطعت أن ترافع وأتذكر ذلك الخطاب الذي حدث تراند حتى في نسبة لمنصات الدول العربية حين قال أننا سنتفن موتانا كان خطاب حقيقي يعني يلمس الوجدان العربي أننا سنتفن نعم نعم وسنطرق أبواب الأمم المتحدة غدا ونرفع من أجل قضية فأعتقد أنه مثل هذا الخطاب حقيقة قام بزعزعة المشاعر المشاعر للشعوب العربية واتحدث هنا دائما أفصل بين الشعوب والأنظمة والدول التي تسمى بالدول الشرف وهناك دول للأسف تسمى بالدول تعرف وعالف أن نسمي بهذه النقطة الدول الشرف التي أخذت سيادتها بالدم وهناك دول هي عبارة عن سوبر ماركت لتسويق منتوجات الأمريكية والغربية ولهذا فالجزائر بدخولها في هذه المعادلة والمرافعاتها في هذه النقطة تحدث سيد رئيس الجمهورية أدة مرات في تخلجته التليفزيونية وتحدث على الحق الشعب الفلسطيني وكل مرة يتحدث على السياسة الخارجية حتى جائما يقول بأن تناصر الشعوب المظلومة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأولا رئيس عربي يخرج ليطالب من المحامين وربما أستاذ نوسيب ربما يتساءل المشاهد العربي لماذا الجزائر تساند هذه النقطة فنقول أنه هويتنا نحن الجزائريين هذه الهوية استمدت من الثورة التحريرية واستقدمنا في العدد من الدماء وهناك تجربة مشابهة بما حدث في الجزائر ولتالي فمثل ما قال السيد الرئيس الجمهوري لا نستطيع أن نتعلم من جلدنا وبالتالي فلا نستطيع أن ننزع من هويتنا هويتنا هي هكذا ثورية تحريرية جئنا بالاستقلال عن طريق الدم ولم يقدم لنا مثل ما تقدم في دول عربية طيب أستاذ محمد غمرون اليوم وعند عقد أي جلسة في مجلس الأمن ينتظر أو تنتظر الجزائر وكلمتها وما الذي ستقوله الجزائر بالنسبة للقضية الفلسطينية حضور لافت جدا بالنسبة للجزائر في مجلس الأمن الجزائر منذ أن رفع العلم الجزائري في مبنى الأمم المتحدة قالت أنها لن تشغل فقط الكرسي بل ستعمل من أجل نصرة القضية الفلسطينية ستكون هي صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن ونحن نرى هذا يتجسد على أرض الواقع شوفينا أعتقد بأن أحد أوجه الجزائر الجديدة هو هذا الحراك الدبلوماسي والعودة إلى حمل القضايا التحررية والقضايا العادلة على أعتاقنا هذا ما يعنيش بأنه في السابق أو عندنا في السنوات ما قبل 2019 كنا لا نحميلها ولكن أحيانا كنا نعمل في الفضاء الجمعي الجامعة العربية نكتفي بما يقال في الجامعة العربية وفي مؤتمرات منظمة العالم الإسلامي وبالأمم المتاهدة منذ 2019 شئنا أم أبينا أولا تعاملنا مع العالم بالصراحة وبالشراسة في الدفاع عن مصالحنا وبالعودة بالدفاع بقوة عن القضايا العادلة وأبرزها قضية الفلسطينية والقضية الصحراوية على اعتبارهما قضيتان مركزيتان في بيئتنا الإقليمية وهذا شيء طبيعي الجزائر منذ دخولها في مجلس الأمن فعلت خمس أمور أساسية أولا إذا تحدثنا على طلبات اجتماعات طارئة طلبتها الجزائر إذا تحدثنا على طلبات اجتماعات رفيعة المستوى طلبتها الجزائر إذا تحدثنا عن قرارات ومشاريع قرارات قدمتها الجزائر قدمتها الجزائر مؤخرا عندما نتحدث عن مشروع القرار المتعلقي بوقف إطلاق النار والذي حاز على 13 صوت وبحق نقض وعلى احتشار حتى الولايات المتحدة عندما بررت نقضها بررته على احتشام وقالت بأنني في صدد التفاوض من أجل وقف إطلاقنا النقطة الرابعة وهي المهمة لا طالما كان مجلس الأمن ينظر إليه من خلال البيك فايف الدول الخمسة اليوم الجزائر استطاعت أن تجمع من خلال ما عرف بمجموعة العشرة للدول غير الأعضاء تجتمع فيما بينها تنسق فيما بينها من أجل تعديل ميزان القوة بين الدول الغير الأعضاء والدول الأعضاء وهذا مهم جدا على اعتباري عنه إذا كان القانون في المجلس الأمن يعطي للدول حق الفيتو يعطينا نحن الحق بدامقرطة مجلس الأمن أن نقول لهم بأن فيتو أو خليني نقول حق نقضكم يناقض الديمقراطية على اعتبار أنه أكثر من 13 دولة خليني نقول خصوصا ما يعرف بمجموعة العشرة الغير دائمين اللي هما أيضا يمثلون صورة الشرعية الدولية وصورة القانون الدولي خليني نقول الرواق الخامس اللي مشات فيها الجزائر على مستوى مجلس الأمن وهو الأبليس طروة وهو اجتماع لدول إفريقية منضمة في مجلس الأمن من أجل التنسيق بينها بمعنى نتحدث عن محاولة جزائرية لسلوك دبلوماسي جديد داخل مجلس الأمن أو إحداث خليني نقول موازين قوى داخل مجلس الأمن بعيدا عن فكرة نمطية الفيتو لذلك أنا أعتقد بأن الحراك الجزائري على هذا المستوى ينضاف إلى ذلك قوة الخطاب الجزائري وهذا مهم جدا المحرج لكثير من الدول الكبرى يخلي بأن الجزائر حقيقة ما نقولوش أدينا كل أدوارنا لأن الصور المؤلمة طيلة سنة جعلتنا نحن نخجل حتى من إنسانيتنا يعني حتى صبحنا نخجل أننا إنسان فما بالك أن نقول نحن عرب ومسلمين لكن خلينا نقول بأنه كان صوتا متقدما جدا بالنسبة للدول العربية سلوك آخر مهم ظهر في السلوك الجزائري اجتماعات جامعة الدول العربية والتضامن العربي الإسلامي استمعنا صراحة إلى رفض جزائري وغضب جزائري لمخرجات هذه الاجتماعات وقلناها صراحة بأن هذه المخرجات لا تعكي سباتاتا حجم تضحيات إخواننا في فلسطين ولذلك أنا أعتقد بأن وجود الجزائر في مجلس الأمن من 2024-2025 يؤكد الحاجة إلى شيئين أساسيين يؤكد الحاجة إلى وجود دولة عضوة مسؤولة إفريقية وعربية غدا من دون شك راح يكون عملية الإصلاح ورح تبدأ الدول تترشح من أجل العضوية يجب أن يكون العضو اللي يمثل إفريقيا واللي يمثل العالم العاربي مسؤولا حرا قادرا على حمل القضايا العادلة والتحدث بين الدية وبصوت عالي على اعتبار أن هذا السلوك ليس سهلا على اعتبار أنك في مقابلة قوى كبرى قادرة على الابتزاز قابلة على الضغط وبالتالي كل شيء عنده تكلفة وعنده ثمن ونحن الجزائرين نعرف بأنهم 62 دفعنا أثمان باهضة ولو ساومنا في قضايا كثيرة لرضى علينا الكثير وبالتالي جزائرين معروفين نحن لا يهمنا أن يكون في صفنا العديد من دول لكن مهم جدا أن نكون في صف الحق في صف المبادئ وأن يحترمنا الجميع وأن نحترم على اعتبار أن حتى هذه القوى الكبرى وإن عارضتنا وإن اختلفت معنا في مواقفها لكنها تحترمك على اعتبار أنها تعلم أن موقفك أولا نابع من الشرعية الدولية وما نابع من مبادئ وليس ما نابع لا من ابتزاز ولا من مفاوضاتنا الجزائرية في كثير من الأحيان وباعتباري على رئيس الجزائر الخارجية عندما يزورنا كثير من المفاوضات يقولون أن توم الجزائريين ما تلعبوش تحت الطاولة وهذا مهم جدا وهذه صورة يجب أن نحتفظ بها نحن الجزائريين لأنه خلين نقول أمانة خلوهن الشهداء بدفاعنا عن قضايا التحرر بدفاعنا عن الحق حتى ولو كنا وحدنا والجزائر كبيرة بفعل هذه المبادئ دكتور أسامة بوشماخ أيضا نقطة مهمة جدا جاءت في كلمة وزيرة الخارجية الجزائري أحمد دغطف بمناسبة اليوم الوطني لديبلوماسية الجزائرية تتعلق بقرار المحكمة الأوروبية الذي أكد أن الصحراء الغربية إقليم متميز منفرد هو طرف ثالث في أي اتفاقية تعقد بين المغرب والاتخاذ الأوروبي صحيح هو يعتبر هذا انتصار كبير للقضية الصحراوية ربما بارس بعض الابتزاز الذي أراد أن يمارسه نظام المخزن وحتى بنسبة بعض السياس الأمريكية ولكن دائما الحق عليه نور مثل ما يقال في البثل ولهذا فالآن بمثل هذا التصويت الذي قمى به مخرجات المحكمة العدل الأوروبية أعطت صفحة قوية بالنسبة للنظام المخزن خرافة الحكومة الذاتي في صحراء الغربية لم ولن تؤسس لأجحال صحيح صحيح جدا لأنه يدركون أن نظام المخزن لا يمارس بعض ولكن يمارس سياسة الابتزاز والسياسة القرصانة ومارس سياسة شراء الضمام والعديد من الأشياء ولكن لم يستطع أن يغيب صوت الأق في هذه القضية ولهذا فالآن القضية في أين أنا تحدث في مرة سابقة قلت بأن النظام المخزني يشبه النظام الصهيوني في عشر محطات ولا أريد العودة والتفصيل فيها فكل مرة يأخذ الصفحات من قبل حتى بالنسبة الأوروبي الذي لا يعتقد أنهم ربما قاموا بشراء إذمامهم ولكن كل مرة يقومون بصفحاتهم ولهذا فمثل هذه المخرجات تجعل أن القضية الصحراوية تعود إلى شرائية الدولية وحتى أن رأينا أن الممثل أو ديمستورا كان متواجدا هنا في الجزائر مبعوث الأممين نعم مبعوث الأممين وقام برسال عديد من الرسائل التي تتعلق بالضرورة الذهاب إلى الشرائية فكيف يعقل بأن دولة متواجدة وهذا ما تحدثنا عنه دولة متواجدة في مجلس الأمن وينبغي أن تحافظ على السمن الأمن الدولي هي من تقوم بمساندة الطرح المغربي ونحن ندرك أن هذا حتى بالنسبة للطرح المغربي هو طرح فرنسي في الأساس لهذا فالآن المعادة تقول بأنه حتى بالنسبة في سياسة الابتزاز الذي يمارسها المغرب وحتى في سياسة الشراء الضمام الذي يمارسها المغرب وحتى في احتقار من الشعب المغربي وحتى في سياسة التي يمارس عملية التجسس وصيدر حتى في بيغاسيوس وحتى بالنسبة للذيما الذي شارعه داخل الاتحاد الأوروبي ولكن لم يستطع أن يغيب العقل لأن الحق دائما هو في صالح الشعوب التي تثور ضد هذه النظمة التي تمارس الاستعمار بالتالي فأعتقد أن هذا يعتبر من أكبر الانتصارات التي حققها الشعب الصحراوي وهذا لديه تدعية أخرى مستقبلا في القضية الصحراوية نمر أيضا إلى نقطة مهمة جدا كنتم قد عرشتم عليها بروفيسور محمد عمرون في مقدمة تدخلكم في البرنامج الليلة الجزائر دائما لن تدير ظهرها لمنطقة الساحل ولن تكون إلا غودا عونا عفوا وسندا وعلاقة الجزائر بدول الساحل أقوى من المنورات التي أصبحت مكشوفة والألغيب أيضا المفلوحة هنا نقرأ الكثير من الرسائل التي أراد الوزير الخارجي أن يبغث بها في هذا اليوم أولا منطقة الساحل هي فضاءنا الطبيعي وهو امتدادنا الطبيعي ولا طالما كانت هناك علاقات اجتماعية واقتصادة مهمة مع هذا الفضاء الطبيعي الذي نمتده له 62 إلى اليوم الجزائر عملت على خلق تعاون وتضامن كبير مع دولنا في منطقة الساحل في كل أزمة إنسانية في كل أزمة سياسية كانت الجزائر تتدخل من أجل المساعدة من أجل تقريب وجوهات النظر ما لا يقل عن خمس وساطات قمنا بها من الستينات إلى اليوم في قضية خصوصا ما تعلق بأزمة مالي تمسكنا بوحدة دولة مالي تمسكنا بضرورة تنفيذ اتفاقية مالي سنة 2015 وحن كنا ندرك بأن هناك أطراف وقوة إقليمية ودولية كانت تريد أن تحيد وأن تضعف من الدور الجزائري ولم تستطع ولن تستطيع لأن الجزائر باعتبارها قوة إقليمية وقلناها وقد ذكرها السيد الرئيس الجمهورية لا يمكن أن تقبل بأي ترتيبات إقليمية أمنية سياسية أو اقتصادية في إقليمها دون الرجوع إليها لذلك حاولوا منذ سنوات تحييد الدور الإقليمي للجزائر في الساحل رغم ذلك باقينا مؤثرين على اعتبار أن الشعب المالي يدرك ما قدمته الجزائر من أجل وحدة مالي أولا ومن أجل التضامن الإقليمي والدولي اليوم تروح إلى شمال مالي ستجدين فيها من الثانويات من تحمل أسماء رؤساء سابقين التي تم تأسيسها في السبعينات لذلك عندما نسمع البعض يريد أن يتفيقها على الجزائر بأنه والله الجزائر فقط أمنين نحن نقول له بأنه الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية الإنسانية ما لسناها في سبعينيات القرن الماضي عندما كنت أنت تتهم الدول الإفريقية بأنها دول طام طام إلى غير ذلك لذلك لا أحد يعلمنا الدروس فيما يتعلق في كيفية التعامل مع بيئتنا ما تعلق بما نحن ندرك بأنه الوضع في الساحل يوم معقد على اعتبار أنه هناك فواعل جديدة تدخلت هذه الفواعل الجديدة لا تعرف شيئين أساسيين لا تعرف الطبيعة الاجتماعية للمنطقة وبالتالي كل سياستها غير مبنية على البنى الاجتماعية والتقليدية لهذا الإقليم وثانيا أيضا لا تعرفوا للأسف الشديد مدى أهمية هذه المنطقة في استقرار الإقليم ككل بما فيه شمال إفريقيا لذلك أنا أعتقد بأنه الوضعية وهذا قالها سيد الوزير الخارجية في رده على المسؤول المالي في الأمم المتحدة بأنه نحن نعتقد بأن هذا التوترات مع دولة مالي إنما هي عابرة لأنه نحن دولة الجزائر لا نربطه علاقاتنا بأنظمة وإنما نربطه علاقاتنا بدول وكل من يراهن على تحييد الدور الجزائري أو كل من يراهن على توطير علاقاتنا بمنطقة السحي فهو واهم حاولوها في استنامه. سبعينات وخابة ظنهم وسيخي. ما نطلب من نحن الجزائريين من دون شك؟ بطلب مننا أننا نبادر من دون شك من أجل حالة الوضع. وهنا لازم نذكره بأن تقوية العلاقات الحالية مع النيجر ومع كثير من دول الساحل ترمي إلى أولا الإبقاء على هذا الزخم التعاون التضامن مع دول الإقليم الذي أراد البعض أن يقسره ورسالة أخرى. وما صنعته ضرورات الجغرافية ومخطات التاريخ لن تنغيه المناورات أو الدسائس. من دون شكحنا نكنا نعتبر بأن منطقة الساحل جزء مننا ونحن منها ولا يمكن أن نقبل لأي طرف أن يحاول أن يؤكر صفو العلاقات بيننا وبين أشقائنا الماليين. عندي نقطة مهمة جدا. نضيف وشقال الأستاذ على محكمة العدل الأوروبية على اعتبار أنها هدمت كل السردية المغربية منذ 75 إليه. كل ما كان يتحدث عنه المغرب من تواجده الشرعي من قنصليات وهمية من عدم تمثيلية جبهة البوليزاريو للشعب الصحراوي. كلها سقطت بقرار واحد من محكمة العدل الدولية. ولذلك قلت لك سابقا أستاذة بأن التاريخ أنصفنا والحاضر أنصفنا والمستقبل سينصفنا. والدعوة للنظام المغربي أن يكون عقلانيا وأن يعود إلى الشرعية الدولية على اعتبار أنه للأسف الشديد يضيع علينا سنوات أخرى من التعاون ومن التكامل في بيئة لا ترحم الضعيف ولا ترحم الدول. لوحدها محتاجين إلى تكامل لذلك نحن نتمنى محكمة العدل الدولية تعيد النظام المغربي إلى رشده. نعم. طيب دكتور أسامة بوشمك حتى نختم محورنا الأخير يتعلق بتطلع الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتخاد الأوروبي وأعادة التوازنات المطلوبة. الجزائر اليوم تعمل وفق مبدأ الندية. نعم. ربما هذا هو صحة صحيح. ربما من باركات سورة الجزائر الجديدة. وهو أنه في أول خطاب تحدث الرئيس الجمهورية وقال بأن معاملته دائما مع الدول ستكون من خلال معاملتي الندية ومن خلال المصالح. نحن أصحبنا مدرسة واقعية ولكن نقول أن المصالح هي التي تضمن استمرار العلاقات بين الدول. ولهذا فربما حتى بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي لابد أن نشر إلى أن بعض الدول المركزية داخل الاتحاد الأوروبي. ونعرف هذه الدول ربما انزعجت من التوجهات الخارجية الجزائرية أو السياسة الجديدة في تعاملات معها. وهو ما دفع من هذه الدول بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يراجع سياسته مع الجزائر. فالتالي في الجزائر كانت واضحة في هذه النقطة وهو قال بأنه لا يمكن العمل على مكان ستة أفين وخمسة. ربما نحن لدينا الآن مصالح جديدة. النظام الدولي بدأ يتغير. المصالح بين الدول أصبحت تتشابك أكثر. حتى بالنسبة للعلاقات بين الدول الأوروبية وبعد دول أخرى تغيرت. فكيف أنا يضمن لي أن أبقى من السيرف وفق النمط التقليدي والنمط الكلاسيكي الذي كان سابقا. هناك مجموعة حتى بالنسبة لمنظومات القانونية الجزائرية تغيرت. لدينا مصالح جديدة. لدينا شراكات مع دول أخرى. حتى بالنسبة للخلفية المتوجدة الجزائر في إفريقيا تغيرت كثيرا. رؤية الجزائر في البعد الإفريقي تغير. ولهذا فأعتقد أنه ربما الذي أزعج الأوروبيين وهو فيما يتعلق بهذه الرؤية الجديدة والتعامل بين الدول. لأن بعض الدول للأسف كانت تنظر إلى الجزائر في ضرورة أن تتعامل بالامتياز. ولكن منذ خطاب تقريبا منذ أربع سنوات تحدث رئيس الجمهوري وقال بأن الجزائر لن تتعامل مع أي دولة بالامتياز. ولكن وفق المصال هو وفق للددد والإحترام الذي يكون بين الدولين. دائما رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يقول أنه الجزائر سيدة. لا تخضع لأي إملاءات. من يريد عقد شركات استراتيجية مع الجزائر. يجب أن تكون دون قيد دون شرط ودون أي عواء. مهم جدا أن يكون لديك صانع قرار يؤمن بشعبه وبقدرات شعبه ويحترم تاريخ أمتي. هذا مهم جدا. لذلك أعتقد بأن السيد رئيس الجمهورية عندما كان يدعو دائما إلى الندية. كان يدعو من منطلق أن هذه الدولة عظيمة. ولا يمكن أن تعامل إلا بالعظمة التي استحقتها. لا أحد قدمنا نحن مزيئة. مصروع الشراكة الأورو متوسطية نحن مفتحين على التعاون مع الجميع. لكن باحترام كما قال السيد رئيس الجمهورية نحن الجزائريين جوني غيبا أكانوسا. صحيح. وبالتالي من المهم جدا أن نحترم لتاريخنا لعظمة بلدنا. لأننا لدينا من الإمكانية والمؤهلات ما يقود لأن نكون دولة محترمة في هذه البيئة الدولية. شكرا جزيلا لكم البروفيسور محمد دامرو رئيس لجلسة الشؤون الخارجية وتعاون دولي مجلس الأمة. شكرا لكم. أشكركم الدكتور سامة بوشماخ استادة الولماء السياسية والعلاقات الدولية. مشاهدين الكرام قتم هذا الغدد من برنامج خديث الجزائريين. أتعاكم بالفخير. ترجمة نانسي قنقر